في موضوع آخر نظمت جمعية أصدقاء النخلة احتفالية بيوم النخيل العربي تقديرا وعرفانا لجهود الفقيدة دكتور خالد الرضيمان الذي تميز بزراعة النخيل والعناية بها كونها إرثا ثقافيا وتاريخيا عريقا كان ولا زال محل فخر للدول الخليجية والعربية يوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام يعد مناسبة مهمة للاحتفاء بقطاع النخيل والتمور والمزارعين بشكل عام وفي هذا الصدد أقامت جمعية أصدقاء النخلة احتفالية بمناسبة يوم النخيل العربي تقديرا وعرفانا بجهود الفقيدة الدكتور خالد ناصر لرميضان وفي هذا الصدد أقامت جمعية أصدقاء النخلة احتفالية بمناسبة يوم النخيل العربي تقديرا وعرفانا بجهود الفقيد الدكتور خالد ناصر لرضيمان في مجال زراعة النخيل حقيقة نحن كل سنة نقوم في احتفالية في هذا اليوم ونختار من شخصيات الوطن العربي الكبير اللي لها دور وبصمات في عالم النخيل وفي عالم المحافظة على الزراعة وتطوير الزراعي والبيئة على مستوى الوطن العربي السنة الماضية قمنا بالاحتفالية بالفقيد نعيم العيساوي من فلسطين وله شخصية له الكثير من البصمات الإيجابية في نقل وتطوير قطاع الزراعي وقطاع النخيل والتمور في الأراضي الفلسطين المحتلة الاهتمام التقليدي بمجال زراعة النخيل وتمور لا يزال حاضرا مع الجهود المكثفة لتشجيع هذا القطاع عن طريق الحملات الإرشادية والجولات الميدانية الزراعية وتشجيع المزارعين للاستثمار في هذا المجال في هذه السنة كذلك علينا في جمعية استغاء النخلة أن نكرم الفقيد الأستاذ الدكتور خالد بن ناصر الرضيمان من جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية الدكتور خالد الله يرحمه كان لها بصمات حقيقة أكثر من رائعة ومعروف في مختلف البلدان العربية على مستوى الخليج العربي ودول مجلس التعاون في مجالات البيئية والزراعية والنخيل كذلك وكانت لها مشاركات كثيرة معنا في جمعية استغاء النخلة يمكن أن حتى كان الملتقى الأول للتحديات التي تواجه قضاء النخيل والتمور في دولة الكويت ونظرا لأهميتها التاريخية والاقتصادية والبيئية وحب المزارع الكويتي للنخلة فقد ركزت سياسة التخضير في البلاد على زراعة وإكثر أجار النخيل والعناية بها أسماء سعدني تلفزيون دولة الكويت